اوكي نروح بقى للكلام الاهم من اللي انا قلته ده كله نبدأ بالمنتخب الوطني الاول واختيارات فيتوريا اكيد كل حضراتكم عرفتوها خلينا نعيدها مرة تانية نقول هو اختار السبع وعشرين لاعب مين ومين اللاعبة اللي استبعدهم من القائم نبدأ اولا باللاعبين المختارين وفقا لوجهة نظر فيتوريا محمد الشناوي احمد الشناوي محمد صبح ده في حراسة المرمى وبالتالي مفيش عواد كريم فؤاد خط الظهر بقى كريم فؤاد عمر جابر علي جبر احمد حجازي محمد عبد المنعم اسامة جلال محمود الوينش محمد حمدي احمد ابو الفتوح خط الوسط حمدي فتحي طارق حمد ايمن اشرف محمود حمادة امام عشور اسلام عيسى احمد سيد زيزو محمد ابراهيم في الهجوم محمد صلاح عبد الرحمن مجدي لاعب طبعا اسماعيلي احمد حسن كوكا مروان حمدي مصطفى محمد عمر مرموش محمود حسن تريزيجي وبكده يبه هو استبعد عشر لاعبين هو كان مختار سبعة وتلاتين استبعد احمد مدبولي باهر المحمدي دول من الاسماعيلي طبعا شادي حسين المنضمة حديثة الاهلي ومروان عطية احمد عدل ميسي مروان عطية واحمد عدل ميسي دول متحاد سكندري ناصر منسي مهاجم البنك الاهلي هو وحمد شريف مهاجم فاركو وهشام حافظ الباك اليمين بتاع مصر للمقاصة ونبيل عماد دونجا بسبب الاصابة كما تم استبعاد سام مرسي لاعب خط وسط فريق ابسويتش تاون الانجليزي ده فيما يتعلق بالاختيارات حقيقة ما كناش نحب ابدا نعلق على اي اختيارات لانه احنا لسا بنقول يا هادي مع فيتوريا وبالتالي لازم كلنا نشجعه ونقف جنبه وندعمه ان شاء الله باذن الله ويحقق لنا اداء جيد مقنع ومن ثم ستأتي النتائج لكن من باب تشجيع اتنين من اللاعبين اللي تم استبعادهم من باب تشجيعهم حتى لا يصابوا بالاحباط وليس من باب انتقاد فيتوريا عشال كلام يبقى واضح يعني انا شخصين كنت اتوقع بنسبة تسعين في مية وجودهم مع القائمة تمام انا رأيي لا قيمة له على الاطلاق الرأي الفني الاول هو الفيتوريا لغاية يا رب يثبت هذا بالفعل مش يثبت العكس لا يثبت انه هو الصح واحنا الغلط